السلام عليكم ومشي أخباركم اليوم سأتكلم عن موضوع يهم بعض الناس خصوصا الشباب أنه يلاحظ أنه يكون جسمه ضعيف لكن يكون عنده كرشة كأنه حامل إنسان ليش جسمه بس قاعد يخزن بالبطن ومو قاعد يخزن بالأطراف تابعوني قبل أن أتكلم عن الموضوع بالتفاصيل سأقول لكم قصة أحمد أحمد واحد من الأشخاص اللي دايما جسمه ضعيف ودايما بالمدرسة يلعب كرة قدم وأكله جدا بسيط مرت السنين على أحمد وتخرج من الجامعة وبدأ يشتغل أحد الوظائف المكتبية بعد فترة من الوظيفة لاحظ أحمد أنه بلش بطنه يكبر عن قبل وقاعد يزيد وزنه فاستغرب أنه طبيعة جسمه دايما يكون ضعيف وصعب أنه يمتن ليش بلشت تطلع عنده كرشة لكن مشكلة أحمد لاحظ أنه هو أساسا لما بلش يشتغل وظيفته أنه هد كرة القدم وما صار يلعب رياضة أكثر عن قبل وأيضا زادت كمية الأكل اللي يأكلها طبيعة الجسم تخزين الدهون يكون عن طريق طريقتين واحدة الدهون اللي تصير تحت الجلد يسمونها سبك وتونسفات اللي هي الدهون تتخزن تحت الجلد هذه الدهون تتكون أو تصير خلاياها تزيد وقت البلوغ لما الشخص يبدأ يبلغ يكون تزيد عدد الخلايا في هذه الفترة أما النوع الثاني واللي هي الدهون الأحشاء أو الدهون الداخلية اللي هي تصير الدهون تتراكم حوالين الأعضاء واللي هي مشكلة أحمد إذن ليش أحمد مقعد يخزن الدهون اللي تحت الجلد لأنه فترة البلوغ اللي كان مر عليها أحمد ما كان أكله وايد كبير وكان دايما يلعب رياضة فبالتالي عدد الخلايا اللي موجود تحت جلده جدا بسيط مقارنة عن جسمه اللي هي الداخلية لأنه بلش يزيد وزنه لما كبر بالعمر فبالتالي جسمه يبلش يخزن الدهون الداخلية مو الخارجية اللي هي تحت الجلد إذن شلون نحل مشكلة أحمد ونخليه يخسر الدهون اللي موجودة ببطنه واحد لازم أحمد يبلش يسوي نظام غذائي صحي إيه هو صج ضعيف لكن لازم يبلش يقلل نسبة الدهون اللي موجودة بجسمه فلازم يبلش نظام دايت وأيضا يحاول يكون نظام عالي بالبروتين النقطة الثانية واللي إيه هي لازم يبلش يدخل تمارين الهوائية عالية الشدة لأنها ثبتت إنها تساعد في حرق الدهون خصوصا الدهون الداخلية النقطة الثالثة واللي إيه هي لازم يبلش أحمد يلعب رياضة المقاومة أو يشيل حديد لأنها راح تساعد في تقوية عضلات جسمه وأطرافه فتحسن من شكله وأيضا راح تساعده في خسارة الدهون اللي موجودة بالبطن قلاصة كلامي الدهون الداخلية أو الدهون الأحشاء تعتبر من أسوأ الدهون اللي ممكن تأثر على صحتك فدير بالك تابعوني لا تنسون تحطون لايك وسبسكربشن حق قناتي عشان تتابعون المواضيع اليديدة لها علاقة بالتغذية وأيضا نزول الوزن وشوفكم على خير